المشاكل اللاعبين كتير جداً وغير محدودة من خلال درنامج التأهيل النفسي إزاي بيتم طريقة التأهيل النفسي اللاعبين؟ والله يا كابتن عبرحيم المشكلة مش في اللاعبين بس كمان ده فيه مشاكل الجهاز الفني أنا يا جماعة سيكولوجي بقول والله إحنا محتاجين السيكولوجي أنا آسف في اللفظ يعني في القفيهات مثلا والله يعني الدرجة كده في مصالح الحكومية في الوزارات في القنوات كابتن نادي في التدريب تركيزه خمسين الميز باس ليه؟ الميز باس كتير فعلم الجهد السبيرينت بتاعه مش كويس حضرتك مدير فني ولعيب كورة عايز تيجي مهمة جداً تعال أخذ الدورة تعال أخذ التأهيل بتاعك وحضرتك هتبقى قادر بعد المنق كبير فأنا ما أقدرش أمراً ست سنين مع عشر سنين صعب جداً لكن ابراهيم إثنين وعلي إثنين مرة ثلاثة فعلاً قلت له يا ابن محمد وأجي أنا كسا يقول لك وأقول لك بلاش محمد الماتش الجادة يا كابتن حمادة فأنا فكرت الليه اللعيب الكورة المعتزل بدان ما يروح ياخد كلنا على التدريب جارينا على التدريب A و B و C و ناخد اللايسنس بتاع التدريب وبعدين بعد كده نروح نمراً بس أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال وحلقة جديدة ومختلفة من برناميكم لمسة واللعبة بالاشتراك مع سايكو كورة فكرة الدكتور إبراهيم العقاد وحلقة النهاردة بعنوان الاتزان النفسي للاعبين كرة القدم أو الألعاب الأخرى سعيدني طبعاً أرحب بضيوفنا الدكتور إبراهيم العقاد الاستشاري المتخصص استشاري الدولي في التهيل النفسي الرياضي أهلاً وسهلاً بيك يا دكتور وراح طبعاً بضيوفي الكابتن حمالة عبدو مدير أكاديمية F.C. كايرو أنا سهلاً بيك كابتن حمالة والكابتن حسن طاها مدير أكاديمية نجوم المستقبل بالحامدية أهلاً وسهلاً بيك وطبعاً برحب اللاعب عبدالله عبدالله لعب نادي الرئاس غالب ولعب نادي السرحان الأردني صح جداً؟ تمام ومحمد الكردي المدير الفني لأكاديمية الكابتن وأكاديمي للسباحة أهلاً وسهلاً بيك من ورد برنامجنا ويا رب تكون حلقة مميزة وممتعة لكم يسمي النور رحمة الرحيم أعزائي المشاهدين أهلاً بيكو في حلقة خاصة اليوم برنامج لمسة ولعبة بالتعاون مع برنامج سايكو كورا وصح بالفكرة الأساسية طبعاً زمن وينا في بداية الحلقات والدكتور أبراهيم العقاد اللي هنقدم نفسه في كل حلقة عنه من خلال برنامج سايكو كورا وتعارفة دكتور أبراهيم دلوقتي أنا برحب بك طبعاً تالي في الستوديو تردالة أنباء يعني لسه أنباء كده احنا سمعنا عنه النهاردة بقى تقريباً حول استكتاب المتخب مصر أو كابتن حسين بدري بيفكر يستكتب مؤهل نفسي أو طبيب نفسي للفريق طب دلوقتي حضرتك السؤال اللي بيطرح نفسه هل الطبيب النفسي يختلف عن المؤهل السايكولوجي الرياضي اللي حضرتك بتدعو إلى الفكرة دي من خلال برنامج سايكو كورا؟ أولاً بسم الله الرحمن الرحيم نشكر كابتر على الحضور نشكر صاحب رحيم الكابتن نادر الموضوع لو كانت كابتن حسين البدري هيستعين بطبيب نفسي ولا هيستعين بسايكولوجي رياضي متخصص ممارس دائماً أبا طالب هي هنا الفكرة وهنا الموضوع تختلف لازم برضو سيادة المشاهدين وحضراتكم تعرفوا ايه الفرق بين السايكولوجي والسايكاتري السايكاتري والدكتور متخصص في الطب النفسي وأغلبية شغل طبعاً ما احترامنا الكبير في عسلات سوكبار جداً عندنا ومشاء الله عالميين ولكن الطب النفسي ده في رأيه لا يخدم كرة القدم لأنه بيؤمن بفيسيولوجية المخ يعني ايه فيسيولوجية المخ واحد تعب شوية أو عصابه تعبت شوية أو عنده نفسيته تعبانة فبالتالي بصت لايه يقوله كتاب ادي له تابلت أو برشامة أو حاجة أو دواء هيزبط الحكاية دي وبتاع الجلسات النفسية دي بقى بعدين وما بتاخدش الحيز الأكبر يعني 90% أو 99% من شغلهم شغل ميديكال اللي هو دواء فالدواء هنا مع الرياضة كبات من الكبار اللي عاديين معنا يقول لو لعيب عنده شوية بردة حتى ما بيلك بقى بعد وقت أعصاب بتخش على الجهاز العصب المركزي والحاجة دي حتبه انت هتعالج ايه وبعدين بيشتغلش بعلم النفس الرياضي إلا قليل جداً أما الموضوع اللي بتاع ده لو كابتن حسام البدعي يستعين زي ما قلنا بسايكولوجي سايكولوجي بمعنى كل شغله جلسات نفسية وتخليق طاقات سلبية وحاجات عندنا احنا في التخصص طبعاً وقت البرنامج مش هيسمح لها بس احنا ما بنشتغلش بأدوية وده اللي مطلوب للرياضيين واخبال حضرتك وده اللي احنا هنغضى هنتكلم فيه عنده فيه اختلاف دكتور المسمى في حد ذاته المؤهل أو تعهيل نفسي غير تعهيل السيكولوجي اللي الدكتور إبراهيم بيتكلم في الفكرة لا التب النفسي يا كابتن نادر وغير التعهيل النفسي خالص مالوش دعوة التب النفسي ده شكت وده شكت حاجة تانية خالص احنا هنتكلم النقدة مثلاً على الاتزان المفعالي لو واحد عده عدم اتزان المفعالي وعنده شيء اكتئاب مثلاً وعنده شيء اهلاوي السمعية حاجات دي يفهموها اللي هم في التخصص لو واحد لطبيب نفسي هيروح يدلو دواء يغيح لكن بيجينا احنا ممكن بغيحه بالجلسات النفسية وهكذا هو ده الفرق فأنا شايف في مجال غياضه خصوصاً كورة القدم ما يقدرش يدي الطب النفسي هيبقى تدخله هنا تدخل صعب جداً والغاية دي لوقتي الغلطة دي أنا آسف آسف شديد دي ملايش دعب طب النفس ولا تقلل منه خالص لغلوم أساساتنا كبار لكن ليس له أي صلة برياضة بدليل في صفجكت النقدة بيتدارس أو مواد اسمها علم النفس الرياضي في كل التقبير الرياضية وفي كل جمعات العالم عمسان كده حضرتك عامل لكل حلقة عنوان منفصل النقدة انت حالك فتتكلم عن الاتزان لانفعال اللعبة بصفة عامة طيب دكتور برين كنت اتكلم معك معنى ان المنتخب مصر بعد الحلقة الاولى اللي قدمناها ان هو يستدعي او يبقى فيه تفكير ان هو يستدعي طبيب نفسي للمنتخب هل ده يبقى مرضي فكرة الدكتور ابراهيم اللي هي سايكوليج الرياضي لللاعبين ولا فيه اختلاف والله يا فندم انا معلش انا عندنا المشروع اللي احنا مقدمينه انا المشروع بتاعي او المشروع اللي احنا مقدمينه هنا عن فكرة لاعب الكرة المعتزل يكون سايكوليجي في الجهاز كل جهاز فني لكرة القضاء من البراعم لمنتخب مصر احنا عايزين قانون يلزم الاندية ويلزم منتخبات ويلزم كل حاجة خاصة حتى رياضات العامة واكلمنا محمد النهاردة هو ابن بقى كابت محمد الكردي عن كمان اتسباح فان يلزم لازم لازم يبقى فيه سايكوليجي ممارس للاعب حيث بتنادي ان سايكوليجي الرياضي مش الطبيب نفسي يعني الطبيب النفسي بيعالج بالأدوية الموضوع ده معلش انا ااسف انا ضد الموضوع ده تماما ولغاية النهاردة اللي حصل في مصر اي النهاردة زي تجربة منو الجزيه زي تجربة في حتة تانية اي حد يقولك هات لنا اكبر استشاري في الطب النفسي في مصر يجي وحمدنا محاضرة اتنين لللعيبة يا جماعة دي حاجة والموضوع اللي بطلب بي حاجة تاني انا عايز اللعيب نفسه لان اللعيب عايش التجربة وعايش التجربة والتغيات البيئية وفاهم نفسية اللعب وممارس للعبة وممارس للعبة ويا سلامبا كمان لو هو كمان ما شاء الله ملمب من نوعه الفنية كمان هتبقى الموضوع هو ذه اللي بطالب لكن هاي خطوة وبيبين جدا ان الموضوع بتاعنا موضوع مهم جد ان احنا نتكلم فيه وهو موضوع مهم وبدالين النهاردة هنعرض فيديو هنوريكو بالأدلة للموضوع بتاعنا ده موضوع مهم جدا ده خليني برضو اكد على حراك على السؤال برضو اساسي وبرضو عشان نستدروا الشاهدين والرياضيين يفهموا يعني ايه تأهيل نفسي او تأهيل سايكولوجي خاص بالكورة طب الفرق بقى بالشكل العلم اللي حالك بتتكلم عنه الفرق بين الطبيب النفسي والمؤهل السايكولوجي طيب بشكل اوصى ده سؤال واجه طيب بص يا كابتن نادر ببساطة شديدة الطبيب النفسي دارس طب مشوية صغيرين علم نفسنا عشان بنكلم بالراح عشان الناس تفهم تمام بك المؤهل السايكولوجي شغلته كلها علم نفسه وبيدرس حاجة اسمها فيسيولوجي فيسيولوجي ده تكونات الجسم وتأثير الادوية على الدور ده هنا اللي انا درسناه في مصر أنا درسته في اليابان حاجة تانية أنا درست أدوية ودرست حاجات كتير بس طبعا أنا ما يسمع لي أنا أكتب أدوية الطبيب النفس هو اللي يسمح له أنه يكتب أدوية للمرضى بتوعه أما المؤهل السايكولوجي فبيشتغل بالجلسات النفسية الخالصة مع التكنيشن وكل مؤهل سايكولوجي له طريقته الخاصة على حسب وجهة نظره وفكره علم النفسه موجود في الكتب أي واحد ممكن إقراه لكن هيا اللي بيختلف من واحد لآخر هي قدرة كل واحد على فهم المريض الآخر وعمل خطة العلاج بالنسبة للمريض نفسه هو ده الفرق فعشان كده بقول لك الأدوية ما تمشيش مع غياضة يعني بوصفة عامية طب برضه دكتور بريم هل في مصر هنا في تخصص سايكولوجي في الجماعات في مصر المتخصص والذي أنت حرك حصلت على الدكتورية من اليابان إنه التخصص ده نادر شوية في تخصصه يا جماع علم النفس موجود في جماعات مصر السايكولوجي 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 هو علم النفس في جميع جماعات مصر وموجود عندنا في كل التربية الراضية علم نفسي غياضي معي وموجود الدراسة موجودة فاهمني بس فين التطبيق الأكاديمي كويس قوي والناس واحد بيدرس أكاديمي بس هيتطبق إيه هينزل يشتغل إيه هيعمل إيه إحنا لأسف عندنا بيهتموا بالاختبارات الزجاء ولا في حتة تاني لكن بره هو بيعلموك وبيمرنوك وبيدوك حاجات عملية زي عندنا عملي ونظري لكن هو من موجود موجود لكن احنا فكرتنا هي لاعب الكرة انا عاوزه سايكولوجي في جهاز فني محترم متابع زي مدارب الاحمال زي المدارب العام زي المدير الفني شغلته هي متابعة الفرقة في التدريب وفي المباريات ويساعد المدير الفني يفرره زي ما اتكلمنا في الحلقة السابقة ان هو يريح يعمل كورنن ازاي يعمل فول ازاي يعمل بصف ازاي يعمل تيكتيك اخر ازاي لان المدير الفني انا اقولها لك وعلى الان انا كنا في مصر ولو اي حد ما اعترض ممكن يتصل عليها بيحل شغله 30% وال70% كله حل مشاكل لاعبين طيب عنوان حلقة النهاردة يا دكتور عشان استدر المشاهدين برضو انت وصلين معنا عنوان حلقة النهاردة عن الاتزان الانفعالي لللاعبين كنا عايزين من حضرتك تعريف الاتزان الانفعال اول الاتزان الانفعال هي قدرة الانسان على التحكم في انفعالات وفي ظروف مختلفة هنبسطها شواء عشان برضو ما نستطيعش الكلام اللي هو صحيح يعني ايه احنا مصريين او الشخص العربي عموما انا كلها بكتب الحمدولة في مبادة نحب بشدة قوي ونكر بشدة يعني يجي نفرح مثلا نموت حاجة غريبة يعني انا اجلو وعد فرحان هنبالي بيجيب له سكت قلبية هنبالت في حالة اللي فاتت ان المرضى النفسي بيجيب 360 مرضى الضغط اللي هو الاسترس الضغط العاشر نيجي مثلا نحزن نتعب يجينا سكر نيجي يعني هو الاتزان الفعال ان انت تبقى في حالة من السيطرة وحيادية نفسية مع مع شعرك وفكرك واتجاهك وسلوكك في جميع الظروف يعني ما لا افرح بشدة ولا احزن بشدة عشان الناس اللي هي طبعا في التخصصها لكن احنا نيجي نفرح بص تلاقي فرح شديد يعني مش عايز اخلش تريد افرحنا ولكن نفرح بشدة ونحزن بشدة الناس تفرح تموت تحزن تموت ما دي تبقى المصرية دكتور دي الشخصية العربية عمومة انا بكتب فيها كتابها كابت النات العاطفة عندنا جياشة شوية انا بكتب فيها كتاب الحكاية دي دلوقت معايا طب ليه لا يبقى لازم يبقى عندنا اتزان الفاعل مين اللي هيعملك الاتزان الفاعل ده اللي هو السيكولوجي اللي زي حالتي هيبتدي هو يشتغل مع حضرتك بطريقة معينة بحيث لما اتعرض للموقف وتتعرضه لنفس الموقف ازاي نستقبل الفرح ازاي نستقبل الحزن ازاي نستقبل موقف صعب ازاي نستقبل حتى صدمة او احباط او حاجات زي كده طب بالنسبة لللاعبين بقى بخصوصا ان احنا كرياضة اللاعبين ازاي يكون عندهم الاتزان للناس لا هو اللي بقى الاول اللاعبين عندهم الاول اتزان الفاعل ولا لا هو ده موجودة دكتور لا طبعا انا اسف الله 95% في الكرة المصرية هنا اللاعب لا يملك الاتزان الفاعل في اي شيء وده رجع لعدم تأهيله او عدم موجود متخصص في مجال السيكولوج بالضبط يا كابتن نادر ما احنا ده اللي اتكلمنا فيه هندي مثلا مثل بسيط يعني كابتن ومسلا يا معروف او كابتن ميدو مثلا رجل كان محترف وجاي من اوروبا وجايه في 2006 المدارب بتاعه بقوله طلع برة حصلت مشدة قدام الجمهور كلها واخد بالك طيب فين بقى الاتزان الفاعل لحضرتك انت المفروض بتبقى مؤهل المدارب بتاعك تفضل حضرتك طلع برة بتطلع ومش منطرده والرجل بيغير عنده تكتيك ايه تنرفز الكابتن ميدو تنرفز الكابتن حسن شحاته طلع عن المشطلع طلعنا على المشطلولة الصدفة والجنب الكابتن عام الزاكي اللي جيب بعدها بثلاث دقايق طلعنا على المشطلولة وكلنا احنا خسرنا المشطل قال ايه لها مين اللي هيشيد النتيجة ميدو مش ميدو الواحده والكابتن حسن شحاته راخر خرج لان انا هقولك دلوقتي لما فيش انتزان منفعل عند اللعيب او عند المدارب او عند الانسان العادي الانسان بيحصل في ايه ما هيدي برضو من ضمن الحاجات فاحنا مشكلتنا اولا ما عندناش اتزان انفعل معارك ليس لها اول ولا اخر شد اعصاب انذرات حضرك هاجع الانذرات راجع الطرد واخبالك هتلاقي من ايه من الحلب طيب هنستاذا هنحددك الدكتور ابراهيم هنخرج الفاصل وتبرير تعريف عن الدكتور ابراهيم ونرجع لكم تاني انتظرون شكرا ابراهيم حسين علي العقد ويدف ثلاثين من ابريلا بالقاهرة التعقى بالنادي الاهل المصري في سن المبكر واشهد به الجميع في تلك الفترة وتدرج في فياته العمرية حتى وصل الى الفريق الاول ثم انتقل بعدها الى الفريق الاول لنادي الزمالك واستمر معهم الى ان سافر الى اليابان والتحق بنادي نزاكي الياباني واصبح اول لاهب مصري وعربي يختلف في الدور الياباني ويصبحوا الدافة للمدينة ثم انشأ اكاديمية لتعليم كرة القدم ويعتبر اول مصري وعربي ينشه اكاديمية لتعليم كرة القدم من اليابان وانشأ على غرورها الاكاديمية اليابانية المصرية لكرة القدم ولم تنتهي نجازات الدكتور ابراهيم العقاد عند كرة القدم فقط فقط اجملها دراسته في اليابان في مجال التأهيل النفسي والرياضي وحضر في العديد من الجامعات اليابانية ولها الكثير من المؤلفات باللغة العربية والامليزية واليابانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ازاي نطبق الانتزال الانفعالي على اللاعبين خصوصا احنا بنشوف المشاكل الكبيرة دلوقتي من اللاعبين فرض الملأ طيب الاول هنقول من مساوى لو ما فيش انتزال الانفعالي عند لعيب كرة ايه اللي يحصل اللي هي بسميها الأسان السلبية عليكم اول حاجة بتوقف جميع العمليات العقلية داخل مخ اللاعب يعني ايه يعني المخ بيدي اردر او بيدي امر للعيب الكرة اتحرك كده امسك ده اجرس برينت هنا استلم الكرة حجز اعمل تخيل انت في حالة ان اللاعب ما عندوش اتزال الفعالي وخرج عن السيطرة اول حاجة بتحصل بتوقف جميع العمليات العقلية اللي بتدي اردر للعيب بالتركيز يبقى اللاعب هركز ازاي واخد بالك اعديك الحاجة التانية مثلا على استهلاك الطاقة اللازمة للجسم سبحان الله تخيل انت لما تغضب او تنفعل او تبعت على الانتزان الانفعالي مخزون اللياقة بتاعتك بينخفض يبقى اثر على الجيم ولا ما اثرش على الجيم اثر على الفريق ولا ما اثرش مع الفريق يعني اللاعب المصري اول ما بيتنفس حكتين بيحصل عشان يبقى عرفون يعني لو عبت الكرة بتسمع اول حاجة مخزون اللياقة بتاعته اللي حدوثه بيجري بي قال لي بتزبط تسعين في المية وده ناتج عن ايه دكتور ده ناتج عن الغضب الشديد اللي استهلك الطاقة وضوران الدم والحاجة في الفيزيوش المخ كده بمعينة هه بحيث انه هو من الغضب ده بيفعل كده يعني بيحصل له تقلل من اللياقة البدانية تقلل مخزون عن موضوع علمي محوصه ومخزون اللياقة هيجري حتى تلاقي العب مش مركز بعد ما يتنفس عمالي يجري زي سوريا يعني زي المجنون كده انا ااسف في اللفظ عمالي خبط في ده وخبط في ده وخبط في ده خلاص خلاص خرج عن السلطان شوية خلاص خرج عن السلطان انتهى فدي مرض خطير جدا لازم يتعالج يتعالج معايا يتعالج يجري ازاي انت تسيطر اللي انت تحافظ على حتى مخزون اللياقة البدانية نفس يا استاذ عبرحيم الحاجة التانية اللي هو العاملات العقلية بتوقف معنى كده يبقى هو خارج السيطرة الردة الفعل الخناقات اللي احنا بنشوفها الالفاظ اللي بتطلع عشان كده الاتزان المفعالي ده لم يبقاش موجود وعرفوه عننا مثلا انا صحاب وحبايب وشمال افريقيا انا لها صحاب كتير وكده لكن عرفوه عننا زمان طلعهم خارج السيطرة وهب بجون الماتش خلص وانتظر الماتش على كده طيب كابتن حان يا كابتن ابراهيم يا دكتور كنا عايزين بعد كده ناخد رأي الكابتن حمال عبدو سببته مدرب فضل لكابتن حمال انا عندي كام سؤال حاجز افراحه مع الكابتن ابراهيم فضل لكابتن والسؤال الاول هو ايه الفرق ما بين المدير الكورة والطبيب النفسي في الجهاز الفن المدير الكورة طيب يا فن نمرة واحد اولا مدير الكورة راجل بينظم الامور الادارية وليست الفني وحالة الفريق عامة واحد مرتبه خمسين واحد مرتبه مية واحد ما خدش حصلت مشكلة اخلاقية بيضبط الفريق يعني زي بالضبط كده قائد من كواد الجيش يعني هو الايه القائد يا ابنة اعمل دي اعمل دي سو دي كده الامور الادارية كلها مدير الكورة ليس له اي تدخل في النواحي الفني هو كوردونيتور بين الجهاز الفني والقائد الكورة وتحقيق مطالب الجهاز الفني انا عايز ملعب في الحتة الفلانية انا عايز اطمارن في ساعة ثلاثة انا عايز اعمل اجتماعات في الغرفة الفلانية هو زي بقولوا كده ايه المدير الاداري خلاص كده هم دلوقتي استحززوا مركز المدير الاداري في الجهاز عشان برضو يبقى مدير الكورة بيبقى نجمي ساعاته وبتاع احنا عندنا في مصر ناس ما بتعملش كل حاجة المهم اما السايكوليجي ده شغلته كابتن حمادة قاعد في الجهاز زي مدرب حواصل مرمى زي مدرب اللي هو العام زي المدير الفني راجل ماسك وراء وقلم وبيشوف كابتن حمادة عبدو كابتن محمد كابتن حسن كابتن عبدالله في التدريب واخر بالحضاتك في حاجات انا معينة انا هدرس هاله لانه الموضوع الخاص بي انا عامل برنامج خاص ازاي هيقيس الحالة دي انه هو يوصل وباجي الحديث كمدير الفني بقولك والله الكابتن عبدالله النهاردة والله النهاردة سبعين في المية تركيزه قليل جدا ليه يا كابتن بقوله كذا 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 ده شغلي ده اللي انا عايز اعمله طب والكلمة الاولة الاخيرة المدير الفني طب يا كابتن والتركيز بتاعه ما يقل هيحصل ايه لما عنده السباة مفعال هيحصل لسه لسه متكلم فيه حتى هتعمل انت يا تقولي لا طب نعمل ايه اقول لك دي بقى ترجعلك فيه عندك نمرة اثنين كابتن حسن كابتن محمد ممكن حضرك تستعين به لكن انا التقرير الفني بتاكده فالسيكورج ومتابعة الحالة النفسية للعيبة اثناء التدريب والمباريات ويعمل ويقدم العلاج التدعيمي اللازم للعبين على طول طول الموز نعمل ورجدتها مع التقرير كابتن طب كابتن إبراهيم انا دلوقتي لو عندي مباراة يعني مباراة همة اه فا وعلى طول ملاي اللعبة بتبقى جاي مشدودة اكيد انا اتعامل معاه ازاي انا ادخله جوه الموت لو اتعاملت معاه انا اتعامل معاه من زمان وبتاع يبقى مجدودين وحضرتك مجدود والجمهور مجدود والحكام مجدودة لو هو بالاول لازم حنهديهم لو فيه سايكولوجي هيحل المشكلة لانه شغال ما يكمل اول البتاع بيطلعهم خالص انا بقولك اللي هي المحمسات التحميس اللي هم يبقونوا زيادة عن الزوب شغل الاغنة الوطنية عبل منتوشة المنتخب كلام ده جماعة غلط جدا 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 اللي هو ايه بقولك ايه عايز تحميس المنتخب عايز يكسب هو حيانا بتبقى دكتور بتدي حافز بس سلبي لا بيحسن اللي ما بتلعب على الاموشن سيستم اللي هو اللي هو الجهاز العطيف جواك وجوا المخ وجوا اللي بتاع ده اللعيب يطلع اوفر احنا ليه احنا دايما عايزين نوصل اللعيب فوق يبقى اوفر لا ما تخليه اللعيب عند نتزان الفعالي فيا كابتن دي مشكلة لازم يحلها سايكولوجي لو هتحلها حلها بالاساليب بالقديمة اللي انت ايه خرجوا شوية نتكلم مع بعض شوية دي الوقت لكن الحكاية دي دي الوقت حلها على مراحل طول الموسم مش هاجه ناهم الماتش اوح ما هديه صعب جدا تمام بس هو المشكلة مش على اللعب بس عشان يبقى اشرمين كل حاجة على اللعب يعني وقد تلاقي حكم بيشد اللعيب برضو ويتعامل مع اللعيبة مع البرنامج بتاع كابتن حمادة للحكام وللمداربين والبراع والجهاز الفني ومدير الكورة ومجلس النادي كله يا شامل كله دي مصر يقول لها محتاجة للعالم يعني الدنيا لازم لاحق لصبوق ده مش تحيز ليا اللي عنده وجهة نظر مختلفة يكلمني ونقشني في الموضوع ده مش عقل نرجع دكتور إبراهيم لكابتن حسن طه مدير أكديمية نجوم مستقبل للحوم دي فضل لكابتن حسن قبل ما اسألت سؤال بتاعي بس في نقطة ممكن أنا كنادي وإمكانياتي مش هقدر أجيب بدكتور نوريا ممكن أنا كمدربة عامل إزاي حضرتك بقى تيجي تاخد الدبلومة بنفسك مخبلك وتيجي تسكى في نفسك وتقرأ وأنا طبعا نترجم مساك أنا أصود يعني في الموجهة للسيكولوجي وتكمل حضرتك الدبلومة تاخدها سنة ونص وتبقى مؤهل صح وتشتغل للتنين ده شيء يبقى جميل رائع إيه المشكلة وده اللي احنا بننادي به يا سيدي تعالي يا مدرب عام خدي واشتغل إنت اللي اتنين هنقول لك إيه فهمني ما أنا اشتغلتها ما هو الموضوع جي كده أنا كنت مدرب هناك في اليابان وشغل سايكولوجي الانترنشن سايكولوجي أخصية دولة في الحتة دي بنأهل اللعيبة فأنت لو حضرتك تاخدها أهل نوساني ما دي تساعده يا دكتور جدا وأنا فيبقى في حياتك ومع أولاد حضرتك وفي التعامل مع الآخرين في التعامل حتى في الشغل في أي حاجة دي هتساعدك كتير في الموضوع دي حضرتك فديا السؤال بتاعنا دكتور دلوقتي إحنا كأكاديميات أغلبية تعامل بتاعنا مع سن صغير وسن كبير فمراحل مختلفة فأنا ممكن أنصح وليه الأمر إنه هو ممكن يساعدني في حاجة زي كده تعامل نفسية مع الولد إزاي برضو في حاجات زي كده لأننا الولد في الفترة بتاعته مش متواجد معي مثلا غير يومين في الأسبوع ده مظبوط طيب هنتدخلنا أنت بقى في موضوع إيه اللي أنا بعمله في الأكاديمية اليابانية المصرية هاشرح لك بالتفصيل وليه لأن الموضوع ده المفروض حضرتك وما بتيجي تعمل كورصات بتاعتك بتاعت التدريب لازم حضرتك بتعلن عن حاجة مؤهل نفسي هيجي اشتغل مع الأولاد فده هيساعدك في اليومين بتجيب الأب والأم على فكرة الدبلومة بس مش للمدربين أو للعيبة أو للتاه الأب والأم مشتركين كمان لأن الطفل الأب والأم والإخوات والمدرسة والمدرب الكرة دلوقت يعني احنا بتخلينا والمدرس يعني هم الأرباح حاجات دول فالأرباح حاجات دول لازم احنا بيتأهله أنا ما بيجيلي طفل في مركز سفير عندي بيبقى عنده مثلا ترابسلوكي أو حاجة أنا بيعالجه الأسرة الأول على فكرة كلها قبل ما اشتغل معها خالص دائما وليه الأمر ليه دور كبير هي وليه الأمر هي وليه الأمر تتعامل معها ازاي الأم تتعامل معها ازاي حاسة سعب بطلب المدرس يجي واخد بالحضرتك واحد كذا فحضرتك لازم انت فيه أعداد مع أولياء الأمور تعمل ميتنج كويس كده كل شيء تندق أولياء الأمور يخدم حضرة عن ازاي انهم يساعدوك طب أهم النقطة يا دكتور اللي أنا أتكلم فيها يعني مثلا فيه حاجات معينة أنا أتكلم فيها أهم النقط أول حاجة حسب السن يعني حضرتك مثلا انت لو هتكلم ست سنين غير ما تكلم عشر سنين غير ما تكلم خمستاشر سنة غير ما تكلم درجة أولة أو فريق أول زي ما احنا كنا بالقول زمان تختلف دكتور ها تختلف ربعا حضرتك هتكلم ست سنين حضرتك هتكلمهم في ايه بس هي حتة عشان احنا مشهورين شوية بالعشوائية حتة الالتزام الكلام يا جماعة اسمعوه توصلوا من ثلاثة ازاي التزام في التدريب كلامي تسمعوه كلام المدرد لو انت قدرت تتوصل انهم يحبوك قوي ويخافوا او يحترموا حضرتك بقى لاش كلمة خوف عشان بيحبهاش يحترموا حضرتك جدا يبقى انت نجحت مع المنتالة الصغيرة ده لو الشباب بقى كبار لا ده بياخدوا بقى لازم عن حاجات عن الاتزال الفعالي وعن الزي ده بيتغير وحاجات عن الإرادة والحماس والحاجات دي بيختلف من واحد وحد لكن الشب لحضرتك اول براعام بس يا جماعة فهموا خليه التزم ان التمرين يا جماعة مهم جدا وانا انا يا حبيبي زي بابا انا مهم جدا زي بابا اللي اقول لك علي انا عايز مستقبلك واخبال حضرتك في الحتة دي الالتزام لان مشكلة الاطفال عندنا حاليا ربنا يعني كرمنا يعني ان شاء الله ونقدر عليها عدم الالتزام في اي شي العشوائية في التصرفات العشوائية في السلوك دي كلها بتأثر في كمان التدريب بتاع الكور تبقى موجودة حضرتك فياريت تنزل من ثلاثة بتاع كل سن يعني دي النصيحة استغلالي نقدر نقولها على الهواء بعد كده بقى تعالي بقى طب معلاش يا دكتور تفاضل يا فاني تفاضل يا فاني احنا ديكت نقطة بالنسبة على الأمور فيه نقطة مهمة بس للمدربين امين فيه بعض المدربين بيعملوا التيم بتاعه كلهم اسلوب واحد ايو يعني انت شاف حضرك الاسلوب ده صح فيه لعيبة نفسيا ممكن اعمله عايز معاملة خاصة فيه لعيبة عايز معاملة طب انت جاف ايه هرجع لك للإجابة ينفع ان انا اعمل واحد معاملة خاصة معاملة خاصة ده في محاضرة فنية اسطلبوا الماتش هنبدأ ازاي انا بقى شوف لعيبك اوه بكلمك او ففاهم هنمسك ايه هنلعب من ثماني ازاي هننص الملعب لكن المعاملة النفسية دي كل واحد فينا له مفتاح دي كلمتة انا حتى في الجلسات النفسية اللي انا بعملها كل واحد منه مختلف على الاخ ده الاخ اخين بيتولدوا بيقى واحدة بيتربوا من ابوا اموا واحد واحد يطلع عالم والتاني انا اسف يعني بيوحدة تاني فلازم حضرتك بقى بخبرة حضرتك ماسك محمد سامح علي دول هيتعاملوا بالطريقة دي ومش قدام بعض شلعبها مدغيرش وهكذا بنعمل تكايف هنتكلم مع عبدالله منطوع اتفاضل عبدالله عايز تسأل الدكتور انا عايز اسأل حضرتك سؤال تعرفي بس بيك بقى الاول كابتن عبدالله كابتن عبدالله مطوع اه كابتن لعيب كرة في نادي سرحان الاردني وفرص اه لاب بيك بما ان عايز اسأل حضرتك سؤال اتفاضل لو انا مثلا لعيب بقى لي 15 13 سنة بلعب كرة من غير مهيئ نفسي كويس وجيت مثلا جيت في سنة من السنين بلعب في نادي لقيت معايا اتعامل معاها زي طيب يا فرد انا اقول بس تورفة كده كان حصلت بالنسبة للموضوع ده كان زمان والهاننا كابتننا والكبير كابتن براميراد قال لي قبل كده اللي زمان بقى في التمانينات والحاجات دي جابوا ايام بقى كابتن ربيع حسين وكابتن ربيع حسين وكابتن ربيع ميهوب وطهيرة بزود فطاح لدي ما شاء الله جابوا لهم دكتور نفس بقى لك الراجب بتاع المجنين من جيه اوه فليه الناس ما كانتش وارده على سبيل الطرف يعني غير بيحكاء على سبيل الطرف يعني فراجب بتاع المجنين بيجي الناس ايه يعني ايه كل خايف يتعمل ليه لسه ما كانش الوعي وصل اللي احنا في ده فحضرتك زي ما انا اسف يعني احنا بش بنغير البيضة اللي عم الحج ومنغير البناطيل وبنغير الجزم وبنغير قصة الشاع طب ما نغير ده بقى شوي زي ما بنغير نفسنا على الموضة في دلوقتي الموضة علمية خلونا ننصنف الأمور المفاهيم لازم تغير خليك في ليك السبيلتي كده يعني في مرونة في الكلام في مرونة في الحركة خلاص جيه النهار ده بقى معد نفسي تقعد تستفيد منه مش النهار ده معد نفسي بدا معد انا مش عايز نبه تهريك ولكن لا خلينا انا عد هشكي له هقول له هقول له هو يقول لي هو رجل ده يا جماعة الموضوع مش كده دي استغفاف غير طبيعي وغير علمي وموضوع مش في محله أبدا لا ده علمه قائم بذاته وبيأثر تأثير إيجابي جدا وهجب لكم فيديو النهار ده جايبوني ان شاء الله هرؤيكم ايه اللي بيحصل في الملاحك فحضرتك غاية المنتالة بتاحها انت شايف دكتور اللاعب فعلا مثلا زي عبدالله لو عنده مشكلة يقدر يطرح على المدرب بينه حتى يا جماعة المدرب المدرب نفسه مش مؤهل للحكاية دي مدرب عنده بيت عايز يسرف عليه وعنده ضغط وعنده ضغط عصب انا بتكلم هو بقى بالعمية وعنده رجل جاي في موصلات رجل ما عندهش عربية معايا وعنده حياته ودنه في حتة طب انا هحمل المدرب تاني ليه عنده التزامات كتيرة هتلاقي المدرب زمان انا كنت وشوف مدربين زمان بسوق عصياء للناشئ ومش عايز اقولنا ودي كبير يعني في مصر يعني عشان ما بس مش النادي الاهلي طبعا طيب ادخل بقى على محمد الكردي بسفتك مدرب كمدرب سباحة غير كرة القدم هل الاختلاف بقى فيه اختلاف في التعامل النفس والتهيلي النفسي ولا ولا المرواح بسم الله الرحمن الرحيم انا في البداية حباشكر دكتور ابراهيم حباشكر دكتور ابراهيم على تحت الفرصة وانه هو يغير نص الحلقة بتاعته بيتكلم في السيكولوجي عن الكرة فلما طرحت مع الفكرة وعرضت عليه موضوع السباحة فهو ارحب الفكرة جدا وانا متأكد ان الفكرة هتنال اعجاب ناس كتير جدا لان هي حاجة مهمة ده اولا ثانيا بالنسبة لسؤال حضرتك السيكولوجي واحد بالنسبة لأي رياضي فكرة كابتن ابراهيم فكرة عامة واتمنى ان هي تتنفس في كل الاماكن ان انت ازاي تتأهل تأهل اللاعب اللي عندك سواء كان سباحة او لعيب كورة او غيره او جميع رياضات بشكل عامل ان انت تأهله نفسيا ان هو يكون مستعد ان هو ينزل يقدي في بطولة ينزل يقدي في مطش ينزل يقدي في غيره ما يكونش عليه الاسترس اللي هو التهوات اللي بيعمله المواهل النفسي اللي بيدعو لي دكتور براهيم للأسف مش موجود حالان في مصر بس هو بيتطبق بره وكل اللي اتمنى من دكتور اشرف صبحي وزيري الشابور رياضة ان هو يطور من النوع دوات في الملاعب بتاعتنا باذن الله طيب يا محمد ليه سؤال معاك واحد بس بعد اذن الوسط حضرتك شايف اني انا بتكلم في الكورة وقلت يا جماعة بتاع اليد يد وبتاع الطائرة طائرة والسباحة سباح اهمية السيكولوجي اللاعب السباحة مش مفروض لعب السباحة داخل مئة متر وبطولة وبيبقى على طول مشدود فده بتأثر على العضلات زي ما احنا تكلمنا وعن تغير المقر وعن تحاجة دي انت شايف ان المؤاهل السيكولوجي ولا طبيب نفسي عشان الموضوع ده يعني ايه في مصر اي حاجة بتحصل يعني المؤاهلين السيكولوجيين بصراحة معزورين هتروح حتلنا استشاري اكبر استشاري في الطب النفسي مثلا وبتاع هل السباح لو خده ويقدر يقدي لا انا شايف ان هو المؤاهل النفسي العمل النفسي بيكون افضل خاصة ان احنا بنستخدم دوت في التمرين يعني التفل اخلي ازاي التفل ان هو يحبني انا كمدرب التفل معايا في المياه او معايا خمس اطفال في المياه ازاي اخلي التفل دوت يحبني ده العمل النفسي انا مش محتاج دكتور يكون معايا في الماية انا بحتاج ان انا نفسي كمدرب يكون عندي قدرة ان انا اتعامل مع الطفل واخلي الطفل يحبني واخلي الطفل يحب اللعبة خاصة في لعبة السباحة لانها لعبة صعبة جدا بالنسبة للاطفال بيبقى لسه الطفل صغير فضغط كبير جدا على قلبه بالنسبة للمجهود وده اللي بيخليه بعد كده ان هو يبقى يعني مؤزم الدكاترة بينصحه بلعبة السباحة علشان كده فان انا لازم اكون عندي حتة ان انا اقدر اهل اللعب دوت ونفسيا طب يا دكتور احنا ناخد منك السؤال ده ونسأله العبدالله كلاعب كورة انت كلاعب كورة برضو تحب ان يبقى مثلا المؤاهل نفسي معك مؤاهل نفسي ولا طبيب نفسي لا مؤاهل نفسي طبعا معايا في كل وقت وفي كل ظروفي واشرح له برضو مش كل حاجة الملعب فيه تأثيرات برا الملعب فيه عامل اساسي جوه الملعب زي تحفيز زي العامل الاساسي بتاعها يخرجك من حالة نفسية مثلا عندك وانواجه السؤال برضو للكابتن حاسم بس انا اقول له حضرتك انا كنت انا كمدرب ما فكرتش خالص في الكلام للدكتور بيقوله انا كنت شغال مثلا دافع عدي للعب بتاعتي دافع نفسي ومعنوي بس بكلام الدكتور داني فكرة تانية ان انا بدأ اقرع عن الكلام يعني انت شايف ان المؤاهل النفسي افضل من الطبيب النفسي مهم جدا جدا كمان ونفس السؤال للكابتن حمال لا هو طبعا المؤاهل النفسي افضل من الطبيب النفسي بكتير انا كلاعب انا لو عندي اي مشكلة فبعد معاه وبتكلم معاه فيه هو بس احنا من السؤال ده كان الهدف منه ان احنا نبين للناس والجموع من كل الناس اني لا فيه اختلاب بين الطبيب النفسي والمؤاهل النفسي وده افضل المؤاهل النفسي عشان مع كتنا برحيم يجمع الطبيب النفسي مهم جدا احنا عندنا كمية امراض بيشتغل يعني فيه فصام فيه برانوية فيه شنفرينيا فيه ترابات سلوكية احنا بنتكلم يا دكتور عن الرياضيين اه فده شغلة الطبيب النفسي لكن بالنسبة للرياضة صعبة اقول ان انا اكتب دواء نفسي بيدخل على الجهاز العصب المركزي وبيأثر فيه تقريرات المخ بالنسبة للعضلات واجتغل بيقولك ممكن اتديله حاجات مضادات الاكتغلاء خفيفة مفيش كفيف وفيش تقيد انا فكرتي منحز لها في ايه ان المؤاهل النفسي ينبغي ان يكون ممارس سابق للعبة اللي عايز اشتغل فيها بس ده التلخيص يعني سانا اقول حالك يا دكتور انا النهاردة لما يكون معايا مؤاهل نفسي انا عندي مشكلة فبعد انا بطرح عليه مشكلته هو بيديني حلول اه لما انا عندي مشكلة نفسية في الملعب مع زميل ليه اه انا هحتاج طبيب نفسي ليه هيديني علاج ليه هو بعد ده الغات النهاردة كمتر الحمادية اللي بيتطبق في مصر هتب بنفس ادي محاضرة ومشي وهنوريكو دلوقتي تب خلينا دكتور بيس قبل من اطلع فاصل الكامتر الحمادية قال لوقتة مهمة جدا دلوقتي بيكلم ان انا هحكي مشاكلي واتكلم مع المؤاهل نفسي ودور المؤاهل نفسي مش هو يعني عنده خبرة ومعرفة ان هو ممكن يعرف اللعيب ده عنده مؤاهل نفسي ولا مش هو عن نفسي لا يعني مش استنى من احكيله ممكن ان يكون عنده القدرة من يستغطبني اما البيقيم ازاي اللعيب في الملعب بيكايم اللعيب معشان كده قلتلك ممارس انا عند الفكرة جيدة بتاعتي عن طريقة ده وكروي هعرف نفسيته شكلا يبقى انا مش محتاج ان انا احكيله دي حاجة كده جديدة قوي في معالم كورة القدرة يبقى انا مش محتاج ان انا احكيله يا دكتور ومجرد ان واشوف حالتي نفسي لا احكي لي مثلا عنده مشكلة في البيت حاجات والله بينه وبين اولاده ده على سبيل لو انا محكيتش الكلام ده بس المؤهل النفسي يقدر يفهم من نفسه وحسب الشغلي في الملعب ان انا قليل النهارد يقدر يرعف ان انا عندي مشاكل ما انا دلوقتي انا بقوله تعالى انت دلوقتي كذا كذا طبعا مش هنعلن عن الحالة بتاعتي ده الموضوع ده مهم فانا بقوله من حالة من ادائك في الملعب تعالى اصلا نفسيا ده اللي انا بدور عليه مش محتاج ان انا احكيله احنا معرف فيديو عن المشاكل نشوف الفيديو بقى شوف الكابتر رحيم والله ونوريكم ان الاتزان الانفعالي شكله اعمل هو انت هتعلق على الفيديو يا دكتور طبعا فانا طبعا دول من فرقة واحدة يا جماعة وده جوه التدريب تفضل حضرتك قادي الاتزان الانفعال فكذا دول برا مش في مصر دور الاسمينة اه يعني فاني تفضل حضرتك اهو دول من فرقة واحدة بيتخنقوا والناس بت ايه الفرقة التانية ايه اللي بتخب الكاميرون اهو تفضل حضرتكم فين بقى الاتزان الانفعالي وفين اللعب الدولي وفين الكلام اللي احنا بيتكلمه دي اخنقه ايه انا اسف يعني اخنقه بلدي شوية ايه ضربوا نارا يساك بيقولوا يعني فين بقى الاتزان الانفعالي عند لعيب الكورة فين عشان كده اللي انا بتكلم فيه موضوع مهم جدا جدا وموجود على الارض يا جماعة تفضلوا حضرتكم دول من فرقة واحدة ده لها تفسير نفسي خطير يبقى الفرقة تكسب ازاي كابت الحمالة ايه التفسير النفسي الفرقة دي تكسب ازاي الفرقة دي فين روح المعنوية بتاعتها فين الحمالة فين المدرب اللي عامل التشريل لكن ما فيه السايكولوجي رابط بين اللعيبة دي فيامني اللعيبة كل واحد بتكلم في حتة متفرق في حتة خناقة في قلب ملعب مفوض الفرقة قلب على بعض بيعملوا دايرة بنعرف هنعمل ايه هنسويه تفضل يا فاندم دي كمان فرقة من نفس الفريق انا جاب الحالات دي عشان اوغل حضرتك ده نفس الفريق طب الفرقة دي تكسب ازاي كابتن حمالة ولا المدربين ولا كابتن عبدال ولا كابتن نادي اي حد يريد ازاي تكسب الفرقة دي هتكسب ازاي وانكسبت ايه العلاقة دي دي بس دي الاعتداء اللي هو باليد او الجاسة دي فيه اعتداء لفظي زي اللي عمله دي سيلف بتاع السيتي مع نزمينه في الفريق الراجل اسمر بيقول لك انا اتلبس زي ما تلبس ده ابزمله في الفريق فحصل المشكلة اللي هي للهجمات العنصري دي نوع من انواع برضو عدم الاتزال الفعال عند اللعيب اللي هو بيهجم عنصري زي كابتن سامويل ايته لما كان بيلعب هو بيعملوله بالموس كده راجل جاب ميجون واقول نشوف بس دي ونجي تفضل حضرتك ها الكرة هنا ملعوبة اهو سايبين الكرة وصايبين الهجمة اه ودخل وتقلب اتخناء واتنين زمانين فين يا جماعة اللي تزنم فعالي بقى تبالي الفرقة في اوروبا دكتور مش موجود معهم مع السايكولوجي معهو دي اللي انا بتكلم فيه معهم قال السايكولوجي قعب بارة لكن السايكولوجي دغس علم نفس ريادي بس اه لكن لو هو ممارس عمر الفرقة ما هتبقى بالشكل ده تفرج على اللقطة دي لعب علامة زي اني ماره فعلمني بيتخنع على ده بالجزاء مع اللي تاع فهمني اه فيه سايكولوجي وفيه رياض بانا جايبها لكم من اوروبا عشان ما قولكش الموضوع عندي بس اه الموضوع انا بتكلم فيه ده عشان كده انا بحاول اترجمه دلوقتي وبنرفعه للتحاد الدول الموضوع كده بالشكل ده اهو فيه سايكولوجي وفيه دراسة وفيه كل حاجة مين يقدر يفسر لحالة زي دي وانا مش جايبه مجمع انا ممكن اجيب لك حاجات كتير الريال مدري ده الريال مدري لعيبة عالمية تفضل استاذ لعيبة يعني فهم ادي راموس و ادي اوه تفضل نيمار يعني يعني الموضوع مشاهد تدعو بالالزام اللازم يكون فيه مؤهل لازم ويكون ممارس الغاتي الى الان اوروبا بتاخد السايكولوجي على انها اصطب النفس على الناس لكن مش ممارس وده الجديد اللي انا بقوله يبقى لعيب كرة سابق عشان يفهم الظروف البيئية الظروف الاجتماعية الظروف الشخصية اللي مرى بيقى لعيب الكرة ويقدر يفهم عندنا هنا ما فيش خالص ونجيب الطب النفس يعمل محاضرة فبالتالي لازم الموضوع ده يصبح فانا مقدم يعني مشروع اسمه تطوير الكرة عن طريق وجود المحلل السايكولوجي ده في كل جهاز فني من البراعم لفريق الاول لهم منتخابات تعالى مستوى مصر وعلى مستوى العالم ويغيط احنا يبقى لنا الصابق يا كابتن نادع والله يغيط اعزائي المشاهدين هنخرج لتقرير نرجع لكم تاني انتظرون اهلا وسهلا بكم طبعا بالرحب تاني بالدكتور ابراهيم دكتور ابراهيم حضرتك في بعض الاكاديميات موجودة على الساحة الرياضية كتير جدا متنوعة وانا على علم لها دك انشأت الاكاديمية المصرية اليابانية بشكل مختلف تماما اللي موجودة على الساحة كويس احيز اعرف من حضرتك ايه يا الفلسفة اللي بتتبعها والطرق الحديثة اللي بتطبقها في المنظومة دي بشكل افضل يعني طيب بسم الله الرحمن الرحيم تانية هو بالنسبة للأكاديمية اليابانية المصرية هي داخل فيها جزء ايه جزء فني كعادي خالص مع كل المديرين المحترمين اللي في مصر بيدربوا ما شاء الله على كفاءة ده جزء فني معنا طبعا كابتن كبار من النادي الاهلي بفعيتنا يعني كابتن عمره انور كابتن احمد غز كابتن احمد يونس بمناسبة ذكرك لكابتن عمره انور احنا معنا على الهاتف الكابتن عمره انور من دير الفاني لفريق 99 بالنادي الاهلي اهلا وسهلا بك يا كابتن عمر نوارة برنامجنا اهلا بيك وبرحب بيك ودكتور الرحيم وشاهدين قناة الصحة والجمال اهلا بيك اهلا بيك يا كابتن عمر في البداية كابتن عمر عزة الحلقة سؤالي انت وحضراتك متابعنا في الحلقة اه طبعا الدكتور الرحيم بيتكلم على فكرة جديدة وده اول مرة تطرح على الصحة الرضية في مصر يمكن في الشرق الاوصل كما حدش اتكلم فيها رأيي حضرتك ايه في الفكرة طرح الدكتور الرحيم من وجهة نظرك وهي تصلح فعلا للعيب المصري بص هي تصلح طبعا للعيب المصري بس تصلح للعيب عنده هدف عنده نوع عنده قدرات وده اللي احنا يعني اول الدكتور الرحيم بيحاول يعني يزرعه في اللعيبة اللي موجودة في الاكاديمية وبيحاول ان هو ينقل التجربة بتاعته انه برضه يعني خليه نتكلم بصراحة ونتكلم وقعية التجربة بتاعته ما يشت تجربة سهلة ولا هي تجربة اي حد يقدر يخدها والراجل تعب واشتغل وحقق نجاح حققبير في بلد متقضمة جدا زي اليابان بيحاول ينقل بقى الفكر ده هنا بيحاول ينقل الخبرات بتاعته هنا بس زي ما قلت انا في بداية كلامي لا هي عايزة ناس يعني عندهم دموع كبير جدا 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 وده اللي هو شغال عليه وربنا يصف الدموع ان شاء الله ويقدر فأسرع وقت ان شاء الله طبعا كابتن عمر هل هتبدأوا بتطبيق الفكرة الساكولوجي الرياضي في النادي الالف موليد 99 اه طبعا احنا بالطبع بدأنا يعني بالاتفاق طبعا مع الدكتور برهيم اتفاقنا معه واتفاقنا مع لجمة التخطيط برئاسة كابتن محمود الخطيب وكابتن وعضوية كابتن زكريا الناصف وكابتن خالد بيبو اتفاقنا انه واحدة فيه مخادرات على مستوى الخطاع كله في النادي على مستوى اللاعبين وعلى مستوى المدربين كمان فدي حاجة برضو خطوة ايجابية جدا من النادي وتجربة اتمنى انها تتعاقن على كل الديل مصر ان شاء الله طب حضراك اتكلمت في نقطة كابتن عمر بتقول لازم اللاعيب يكون عنده طموح طب انا اتلاقت لو طبطاها على بعض نالك كبيرة زي الاهل الزمالك او الانديها اللي عندها قدرة ان اجيب مؤاهل سيكولوجي للفرق ومؤاهل نفس هل بعض الانديها التانية لو مثلا طموحه في نص الجدول هل ده ما يدينيوش دفع انه ممكن يبقى عنده المؤاهل السيكولوجي ده لا بالعكس انا انا اتداقت كلامي قلت ان دي حاجة بقت مهمة جدا فدنا انا عايز اقول على حاجة فدنا نتكلم على حاجة بالوقتي يعني هي موجودة في العالم كله موجودة في فرق العالم كله سواء المتقدمة او في الوسط او في المؤخرة يعني هو ده بقى جزء من الشغل خلاص يعني انا عايز اقول ان هي ما بقيتش حاجة زيادة او حاجة مثلا المفروض انها بتتعامل على مستويات معينة لا بالعكس بقى شيء اساس يعني بقى شيء مهم وبقى شيء اساسي من الجزء كمان بتاع البرنامج التدريب التاع فالنهاردة انا بالنزالي لما انا اجي انا والنادي واللجنة التحقيق في النادي نقدم على خطوة زي دي انا مش شايف ان دي حاجة انا جاك ان احنا متأخرين شوية احنا كان لازم الموضوع دي يبقى موجود اكتر من كذا احنا للأسف الشديد الموضوع مش منتشر عندنا وناس كتير جدا مش مفتمين بيه يمكن انا عشان علاقتي القوية بالدكتور ابراهيم هو ده اللي ساعدنا وساعد النادي ان احنا يكون عندنا حد بقيمته وبثقافته ان هو يكون موجود معانا يقدر يفيدنا في الموضوع ده طب يا كابتن عامر كنت عايز استطاعك سؤال هل فيه فرق بين الطبيب النفسي والمؤهل النفسي واي يوم افضل للرياضيين عموما يعني لا للرياضيين انا مش محتاج طبيب نفسي انا محتاج مؤهل نفسي بالأسف الخط عضع بنشكر حضرتك جدا يا كابتن عمر ياريت الكنترول يحاولوا المعاودة التانية تصل بالكابتن عمر ونرجع كابتن عمر يكملنا كلامه عن الاكاديمية اليابانية المصرية طبعا اولا اشكر الكابتن عمر بس سريعا يا دكتور لان الوقت فاضل الوقت انتهى طبعا طبعا عموما احنا اللي عملنا دخلنا منهج علمي اللي هو التأهيل النفسي وتعليم اللغات ودورات التنمية البشرية والكلام ده مش موجود في اي اكاديمية في مصر ودي اول مرة عمي ولا انا رجعت كل حاجة واحد راجعت كان كتر على عصاب الله سبيلي قال لي ولا سبير فيها المنهج التعليمي ده بس يعني احنا الجانب الفني مع الجانب التعليمي وان شاء الله خير وبرزن الله بإذن الله بشكرا حضرتك جلداني يا دكتور برايون وبنشكر طبعا كابتن حمادر كابتن حسن وعبد الله ومحمد على وعد اللقاء في حلقات تانية بالتوفيق لكم أعزائي المشاهدين وفي كده نكونوا فيصل لنهاية حلقاتنا النهاردة انتظرونا وحلقة جديدة من برنامجكم لأمسة ولأمسة وسايك وكورة إن شاء الله